لمناقشة هذا الملف الأمني على حدود الجزائر إذن في مسألة مالي تحديدا ولكن قبل ذلك أرحب بضيوفنا مرة أخرى من العاصمة الجزائرية الباحث فيها شؤون للستراتيجية الأمنية الدكتور رشيد علوش وكذلك من الجزائر العاصمة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوقعدة ومن الجزائر العاصمة القيادي في حزب صوت الشعب اسماعيل وزري أهلا بكم جميعا وأذكر كذلك ضيوفنا الكرام بالسؤال الذي طرح على متابعي قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي طرحنا إذن سؤالا على متابعي الحدث هل تتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لإحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية المتصاعدة في دول الجوار إذن أكثر من 58.5% يقولون نعم إذن يؤيدون هذه المساعي الجزائرية في مسألة السياسة الخارجية والتعامل مع أزمة دول الجوار وإذن على ما أعتقد ارتفعت النسبة نحو 59% أو أكثر من 59.5% يؤيدون هذه المساعي الجزائرية هنا أنتقل سريعا لسيد اسماعيل للتعليق على هذه النسبة مسألة تأييد تحركات الجزائر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هل يبدو هذا متوقعا؟ طبعا متوقع جدا لأن كل الشعب الجزائري واثق في الدبلوماسية الجزائرية أن تعوف الدبلوماسية الخارجية لأن الثقة تامة فيما تقوم به جزائر خاصة في كل المنابر سواء على المستوى الإفريقي أو الإقليمي أو الدول فطبعا هذه نتيجة منتظرة نظر نتيجة سيد اسماعيل كانت لدينا أسئلة طرحت على متابعي قناة الحد طوال أيام الماضية بدأنا هذه التغطية منذ أسابيع حقيقة منذ بداية الحملة الانتخابية عادة كانت تأييد قليل لا أذكر بأن ثمت تأييد في بعض الملفات في مسألة الاقتصاد وغيرها ولكن السياسة الخارجية بدأت النتيجة هذه المرة مختلفة لا وعلى كل حال حسب ما نرى هنا في جزائر هناك تأييد تام ربما سيكون أكثر من 20% أكثر من 20% للمؤيدين لسياسة الممارسية الجزائرية ربما يكون هناك اختلاء خلاف ربما في أمور اقتصادية أو اجتماعية أو أمور أخرى لكن في الدبلوماسية الجزائرية فكل شعب الجزائري واثق في دبلوماسيته نعم دكتور توفيق إلى مسألة مالي هذه الأزمة القديمة الجديدة حقيقة مع كل التطورات في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة رعت الجزائر اتفاق السلام كثيرة نحو أربع اتفاق السلام أخرى كان في 2015 اتفاق الذي انهار مع التطورات السياسية في الداخل المالي يقول من دوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بن جامع يقول يجب محاسبة الجهات التي تسببت في مقتل مدنيين في شمال مالي من يقصد الحكومة فقط أم تقصد الجزائر صراحة مجموعة فاغنر طرف المعنى الأول بهذه المسألة الدولية هي دولة مالي التي استعانت بهؤلاء المرتزقة من أجل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد أطفال ومدنيين عزل في منطقة تزواتين أكيد أن الجزائر كذلك لديها موقف حاسم وقد عبر عنه سيد بن جامع موقف حاسم من أي مجموعات جيش خاصة كما سمعها مرتزقة التي تعيد في الأمن في هذه الدول فسادا وأنها بين الأسباب التي أدت إلى تدخور الوضع الأمني وكذلك الاتفاقات السياسية سواء في مالي أو في ليبيا أو حتى في أنليجا هي هذه المجموعات التي أصبحت تستقوى بها حكومات الإنقلابية ضد شعوبها وبتليفة الجزائر نعم دكتور تفيق هذا يطرح تساؤلي نتحدث بصراحة علاقة روسيا والجزائر علاقة صداقة أو علاقة تحالف وثيق خاصة في الولاية الأولى لرئيس عبد المجيد تبون أو تحالف استراتيجي في الحقيقة هل مسألة وجود فاغنر على المنطقة الحدودية بما يتعارض مع مصالح الجزائر سينعكس هذا الأمر على علاقة الجزائر روسيا أعتقد بأنه انعكس فعلا في علاقة الجزائر مع روسيا خاصة وأن الجزائر عبرت عن امتعاضها من وجود مجموعة باغنر على حدودها ومحاوة ممارستها التي تضر بالأمن المنطقة وبالتالي انعكاس على الأمن الجزائري منذ 2013 عبر رئيس الجزائري عن ذلك في حواره لمجلة لذيكارو وقد جدد عديد من الدبلوماسيين الجزائريين رفضهم لهذه المجموعة وبالرغم من وقدمت كذلك الحكومة الجزائري احتجاج مناصميا لروسيا على ذلك وتم الاتفاق على إنشاء آلية لمتابعة نشاط جموعة باغنر على الحدود يبدو أن روسيا في خدم سراعها في خدم سراعها مع القوى الأجنبية وخاصة في إفريقيا لا تأبه للأضرار الجانبية التي تلحق بالأمن القومي لأصدفائها وبالتالي هذا ما يطرع علامة استفهام كبرى في علاقة روسيا فعلية بالجزائر لماذا روسيا لا تنظر إلى هذه التوجسات الجزائرية لنشاط مجموعة باغنر خاصة ما تعلق بامتدادات التهديدات الأمنية على الحدود الجزائرية وأرى بأن المسألة في مرحلة التباحث مع الطرف الروسي وأن موقف الجزائر لا يمكنها بأي حان من أحوال أن تتغاضى على مثل هكذا مبارسات التي تمس بجوهر الأمنها القومي وربما سوف نشهد لقاءات أخرى يمكن البحث عن قطر لوضع حد لهذه المشكلة خاصة ما تعلق بالأمن القومي الجزائري وهذه في تقدير كذلك أول حجرة تعطرف في العلاقة التي يسعى طرفان إلى تطويرها من علاقة مرتبطة بتجارة السلاح وتبادلات الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية لا يمكن بلا دعني أنقل كذلك السؤال نعم عذرنا على المقاطعة ولكن بقية قليل من الوقت ودعني أنتقل لدكتور راشيد كذلك في دقيقة أو أقل من دقيقة دكتور راشيد توصيف الدقيق لعلاقة الجزائر روسيا الآن وإلى أي درجة ستتأثر مع وصول فاغنر إلى المنطقة الحدودية واحتراض الجزائر على هذا الوضع دائم في الأمم بالجيش الخاصة بغض النظر عن تسميتها بمرتزقة وأراد القول على أن ما يجري في مالي أو العمليات التي تستهدف المدنيين في مالي هي تقوم صحيحة من خلال الجيش المالي ولكن بدعم من طعف دول من هي هذه الدول لم يسميها بالاسم هي مجموعة من الجيش الخاصة بالنسبة للعلاقات ربما الروسية الجزائرية لا يمكن أبدا أن نعيد ربما بناء علاقات الجزائرية الروسية بناء على هذا المحدد لأنها علاقات استراتيجية معمقة وسيتم مستقبلا إن كان لفاقينر تأثير على الأمن القومي الجزائري في الحدود في منطقة سهل إفريقي فإنه سيتم التعامل مع هذا المشكل بكل ليونة والاستجابة لمجملة ربما الإشكاليات التي تطرحها الجزائر على الجانب الروسي نعم وزير خارجي الجزائري أحمد عطاف كان قال أن الجزائر فتحت ملف فاقينر ووجودها أو تواجدها على الحدود الجنوبية سؤال كذلك أخي لسيد اسماعيل في مسألة العلاقة مع روسيا وجود فاقينر على المنطقة الحدودية هذا يزعج الجزائر ويهدد مصالح كما تقول الجزائر بالجزائر وروسيا لها أكثر من 60 سنة في منذ من وجود علاقة استراتيجية خاصة بعد زيارة رئيس عبد المجل تبوني لروسيا وتعمقت العلاقات أكثر وأكثر لكن هذا لا يعني أن تقع بعض الأحيان سوء تفاهم أو خلافات في بعض تضارب بعض المصالح لكن هذا لا يفسد للودي قضية وبالتالي أنا أظن هذه القضية ستحل حل عن قارب إن شاء الله باتفاق بين الجزائر والروسيا وإيجاد حل لمعضلة توجد فاقنر في دول الساحل الإفريقي نعم إذن شكرا جزيلا لكم جميعا كنا في متابعة للمشهد الانتخابي الجزائري وكذلك في نقاش للملف الأمني الجزائري من الجزائر العاصمة كنت معنا القياد في حزب صوت الشعب إسماعيل وزري ومن العاصمة الجزائري أيضا بحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور رشيد علوش شكرا ومن جزاء العاصمة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور تفيق بغاد شكرا إذن مشاهدين نذكر بأننا طرحنا سؤالا على متابعي قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي إكس تحديدا هذا السؤال التفعلي هل تتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتوى التهديدات والمخاطر الأمنية المتصاعدة في دول الجوار إذن 59.4% يؤيدون أو يتفقون مع هذه المساعي الدولية 59.4% و40.6% لا يتفقون مع هذه المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتوى التهديدات في دول الجوار إذن أذكر فقط بهذه النسبة نحو 59.4% أو أكثر من 59.4% يؤيدون أو يتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتوى التهديدات والمخاطر الأمنية